ماذا سيحدث في الموسم الجديد من مسلسل الطائر الرفراء؟ ما هي الأسماء التي لن تكون في الموسم الجديد؟ وما هي الشخصية التي تركت المسلسل؟ ماذا سيحدث لسيران في الموسم الجديد؟ أم أن سيران ستموت حقا؟ ما هي التفاصيل الصادمة التي ضاعت في نهاية الموسم؟ كل هذا وأكثر في هذا الفيديو أنصحكم بمشاهدة هذا الفيديو بعناية حتى النهاية حتى لا تفيوت أي تفاصيل بداية قبل أن أبدأ الفيديو الخاص به أولئك الذين يريدون أن لا تموت سيران وأن تكون في الموسم الجديد لا تنسوا الإعجاب بالفيديو الخاص به بداية انتهى المسلسل بنهاية موسم جيد جدا وخاصة أن عودة أرهان للمسلسل والتي كانت الأولى في تاريخ المسلسل كانت مفاجأة كبيرة للجميع وبينما فجأت عودة شخصية أرهان الجمهور أولا ثم شخصية المسلسل إلا أن سقوط سيران وإغماؤها في المشهد الأخير جعل الجميع حزينين للهوعية بينما كان فريد قد اجتمع للتوم مع والده وتخلص من أعدائه قبل أن يتمكن من الفرح كانت سيران على وشك الموت حتى أنه سمع أن سيران كانت مريدة الأمر الذي كان مخيبا للأهمال قبل أن أشرح موضوع سيران دعوني أتحدث الآن بإيجاز عن الشخصيات التي تركت المسلسل قصص أسماء كثيرة انتهت في نهاية الموسم وأغلب هذه الأسماء لن تكون في الموسم الجديد بذي آذبت سمعت بالفعل أن ميزيدي قتلت شخصيا في الموسم لذلك أولا وقبل كل شيء لن تظهر ميزيدي في الموسم الجديد ومنذ انتهاء قصة شاهموز أعلن الممثل الذي يلعب شخصية شاهموز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي عن وداعه للمسلسل لذلك بالتأكيد لن يشارك شاهموز في الموسم الجديد يمكن استكشاف اتعاد طيار عن المسلسل قبل تاريخ علاقته بعصمة الأمر الذي يترك علامة استفهام في الأدهان لأن طيار كانت لديه علاقة مختلفة مع أسمعان الماضي حتى أن هذه الرابطة بينهما كانت تقلق سنة لكن خصة طيار انتهت دون ذكر هذه القضية كثيرا ولهذا السبب لن تظهر شخصية طيار في الموسم الجديد لكن أعتقد أن طيار قد يعود من جديد في منتصف الموسم الثالث من المسلسل حاسب السيناريو وأعلن الممثلون الذين لعبوا دور طارق وصفات وداعهم للمسلسل عبر حسابتهم على مواقع التواصل الاجتماعي كما فعل الممثل الذي لعب شخصية شاموس وهذا يعني أن أي من هذين لن يكون في الموسم الجديد لكنني أعتقد أن شخصية طارق قد تعود للظهور في نهاية الموسم الثالث لأنه يتمتع بشعبية أكبر قليلا إذا تتذكرون عاد طارق إلى المسلسل في الموسم الماضي بعد الموسم الأول لكن عندما عاد طارق إلى المسلسل قال إن جده صافت آغا قد مات إذا عاد طارق إلى المسلسل في الموسم الثالث أعتقد أنه يستطيع القول أن شقيق سيفة قد مات هذه المرة وبذلك يتمكن طارق من العودة إلى المسلسل بمفرده للمرة الأخيرة لفترة قصيرة كان من المثير للفضلما إذا كانت بيلين ووالدة هزيرين ستكونان في الموسم الجديد وأعلنت بوسي بوسي كهرمان التي تلعب دور شخصية بيلين عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي أن قصتها في المسلسل قد انتهت وفي الوقت نفسه وقعت بوسي بوسي كهرمان التي تلعب شخصية بيلين اتفاقية مع مسلسل جديد للموسم الجديد ولهذا السبب بالتأكيد لن تظهر شخصية بيلين في الموسم الجديد من مسلسل الطائر الرفراء وادعت شخصية بيلين المسلسل بالذهاب إلى لندن والدة بيلين زيرين كانت موجودة في المسلسل بسبب سيناريوهات مع كاظم الآن مع نهاية قصة بيلين وشاموس في المسلسل وأخيرا نهاية سيناريو حب زيرين وكاظم أعتقد أن شخصية زيرين تركت المسلسل ولن يكون هناك موسم جديد باستثناء الأسماء التي ذكرتها فإنها ستستمر في الظهور في الموسم الجديد من المسلسل أما بالنسبة لسيران فقد سقطت سيران وأغمي عليها في المشهد الأخير مما أصاب فريد أولا ثم الجميع بصدمة كبيرة إذن ماذا سيحدث لسيران وهل ستموت سيران حقا؟ بما أن القصة ستتجدد في بداية الموسم الثالث فلن يحدث شيء لسيران ستبقى سيران في المستشفى لفترة من الوقت بسبب التوتر الشديد والأحداث الأخيرة ثم تعود بعد الشفاء إلي ذه؟ فإن مرد سيران لن يتطور أكثر من ذلك في هذا الجزء بينما يعتقد الجميع أن سيران ستموت سيتم معلم أن سيران حامل بالنسبة لسيران التي تفاجأت جدا بهذا كل شيء سيبدأ من جديد وهكذا فإن رحلة جديدة تنتظر فريد وسيران سنرى الآن أول ثمار حب الزوجين فريد وسيران الذين تحمل كل شيء من أجل حبهما لذلك سنسمع أن سيران وفريد سيرزقان بطفل في الموسم الجديد وهكذا فإن الزوجين سيران وفريد الذين تغلب على كل السعوبات من أجل حبهما سيقاتلني هذه المرة ضد كل شيء وكل شخص من أجل طفلهما بمعنى آخر لن يحدث شيء لسيران في الموسم الجديد ولن تموت سيران الآن سنشهد أن حب الزوجين فريد وسيران يصل إلى دروته أيضا عادة ما يتم تقديم العادلة من المفسدين للموسم الجديد في نهاية الموسم لكن خاتمة هذا الموسم تم إجراؤها بأسلوب نهائي لأن معظم قصص المسلسل قد انتهت وستنتظرنا مغامرة مختلفة تماما وقصة جديدة تماما في الموسم الجديد وأخيرا لا تنسوا كتابة أسئلتكم التي تريدون من الإجابة عليها في فيديو تحليل التالي في قسم التعليقات لذا سأجيب على هذه الأسئلة بالتفصيل في الفيديو التالي إذن ما الذي تعتقدون أنه يمكن أن ينتظرنا في الموسم الجديد من فضلكم لا تنسوا أن تكتبوا أفكاركم حول هذا الموضوع في قسم التعليقات اشتركوا في القناة